اشتركوا في القناة وينتمي الى قبيلة المغاربة الفهد الاسمر واسد السعقة القاب تميز بها اللواء خاصة بعد انتصارته الكبيرة على الارهابيين المدعومين من قطر وتركيا في بنغازي ودرنة تخرج في الكلية العسكرية عام 1981 وخلال مسيرته المهنية تحصل عدة اوسمة ابرزها اربع انواط الواجب ونوط الخدمة الطويلة ونوط التدريب العسكري شارقة في عديد من الدورات الاحترافية منها السعقة والمزلات والعمليات الخاصة كما شارقة في حرب تشاد خلال السامانين نيات وتقلد عدة مناصب السعقة ابرزها امر فرع الاحتياط خضا مع ضباط وجنود قواته الخاصة في يوم 16 مايو ايار 2014 اشتباكات قوية مع الميليشيات المسلحة الارهابية المدعومة من قطر وابرزها ميليشيا انصار الشريعة وميليشيا 17 فبراير حسجنت تلك الميليشيات الارهابية عمليات مسلحة واغتيالات في مدينة بنغازي مما ادى الى ضرورة الخلاص منها وتحرير المدينة الفهد الاسمر قائد القوات الخاصة الليبية يعد احد ابرز اعمدة الجيش الوطني الذين اخذوا على عاطقهم تحرير ليبيا من ارهابيين قطر وتركيا